أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب نائم رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراحة كومدبي واجب العزاء في الشهيد سعيد سالم مسعود الصريدي الذي استشهد مع عدد من رفاقه في قواتنا المسلحة الباسلة أثناء قيامه بواجبه الوطني والدفاع عن الحق والشرعية في اليمن الشقيل فقد زار سموه صباح اليوم يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب وليعه دبي وعدد من المسؤولين مجلس عزاء الشهيد سعيد الصريدي منطقة وادي السدر في الفجيرة حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة ودو الشهيد البطل راجيا الله العلي القديرا يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأكد سموه لأسرة الشهيد أن الشهداء الوطن سيخلدون في ذاكرة قيادة وشعب دولة الإمارات بفئاته كله أو بفئاته كله وقال سموه كلنا عيال زايد وكلنا فداء للوطن رحم الله شهداءنا رحمة واسعة وإنا لله وإنا إليه راجعون إلى ذلك واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولعد ابو ظبي نائب القائد لعلى القوات المسلحة تقديم واجب العزاء في شهداء الحق والواجب من أفراد قواتنا المسلحة البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف في عملية عادة الأمل في اليمن وعبر سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء خلال لقائه بهم في مجالس عزاء الشهداء سعيد سالم مسعود الصريدي في منطقة وادي السدر بالفجيرة وعبيد سعيد راشد المزروعي في منطقة إذن برأس الخيمة وأحمد محمد علي الشحي بمنطقة الجير برأس الخيمة وحيا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان المشاعر الوطنية المتدفقة التي عبرت عنها أسر وذوي الشهداء وأشار سموه إلى أن هذه النفوس الكريمة والخيرة والعزيزة هي من تبني الأوطان وتحمي الديار وتصون كرامة الوطن وترسم الخير والأمل بمستقبل أكثر إشراقا وأمنا لأجالنا القادمة ومؤكدا أن دولة الإمارات ستظل على منهجها الثابت والأصيل في الدفاع عن الحق والعدل رافق سموه خلال تقديم التعازي سمو الشيخ هزاع بن زايد الانهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة واسمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان وزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين